حبايب قلبي الجامدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معانا حلقة جمدة طحن من انيمي مدرسة اليوكاي ومغامرات هاروكي مع الوحوش في الحلقة اللي فاتت كنا شوفنا جولات هاروكي في الكشف الطبي بعد ما ميكي وهانتا رامو كل حاج عليه وانتهى اليوم بانواع من فوق قوتا اللي عامل زي الجبل ده بعدها بيروح علشان ينظف حمام السباحة بتاع المدرسة ولكن بيتفاجئ ان المكان عبارة عن مستنقع وفوق كده في مجموعة من اليوكاي مشاوترين عليه فبتدور حوارات ومعارك بينهم لحد ما في النهاية وتاب يتحول ويدمر المكان كله حرفيا فيا ترى ايه اللي مستنيهم النهاردة قبل ما نخش في الحلقة الجديدة اللايك بتاعكم اللي يشارك في كناته في الجرس التنبيهات علشان يصلك كل جديد واهم حاجة تصلي معي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام بنشوف هاروكي قاعد مع ميكي وهانتا وميكي بيرد عليه انه يتفرج عليه وهو بيشتغل علشان يتعلم منه اكتر عن اليوكاي وتاريخكم وحياتهم الاجتماعية فبيفرح هاروكي جدا لما يتعرف اكتر عن الطلاب هيبقى مدرس افضل ولما بيتأكد ميكي انه وافق بيعرفه انه هيبلغ المدير وهيزبط الكلام وكل اللي عليه هو انه جاهز نفسه مش اكتر وبيروق حاروكي على الفصل بتاعه وفرحانه كله امل في الوقت ده بقى المدرسين بيبقوا واقفين موظمين من كل اللي حصل وبيسألوا ميكي وهنتا ازاي بيتعاملوا مع هاروكي بشكل طبيعي بعد ما اعرفوا حقيقته من المدير وبيسألهم هم مش خايفين من انه يقضي عليهم بقوة السحرية فميكي بيجاوبهم انه قوة هاروكي الهائلة هي اللي مخاليها مش تمتع بطر ويدوا لي بعد شواء بنلاقي ميكي واقف جنب هاروكي في الفصل وبيبلغ الطلاب ان هاروكي هيبقى معهم النهاردة وبيبني القلقى على الطلاب كلهم لان وجود اتنين دول مع بعض معانا ان في حاجة مش مباشرة تحصل ولما هاروكي بيلاحظ قلقهم بيقول لي ميكي هي مادة دراسات اليوكاي صعبة للدرجة دي فبيجاوبوا ميكي بابتسامة انها مختلفة شوية عن المواد اللي البشر بيدرسوها ولكنها مش صعبة ابدا وبيشاورد لو يوعد في اخر الفصل ويتفرج وبنفس الابتسامة بيبصلوا الطلاب وبيقولوهم فين الواجب بتاع المرة اللي فاتت يا حلوين ومرة واحدة كلهم بيتكهربوا ورين بيفطن على صاحبه انه ما عملش الواجب وبسأله واحنا كان علينا واجب اصلا ميكي بيقولهم خلاص سهلة هيوعود بعد المدرسة ويعملوا هنا بقى هي جاتا بيطلع العبكار اللي جواه وبيعمل حاجة ما كانش حد متوقعها ابدا وبيقول لي ميكي انه عمل الواجب ولكنه نسيه في البيت طبعا دي الحجة اللي كل الطلاب عملوها قبل كده المهم ميكي بيبصله بيقوله طالما انت مكتهد ونسيت الواجب بيبقى تروح تجيبه من البيت وتيجي بما انك مش هتاخد ربع ساعة في الطريق وكده وقتا بيدرك هيجاتا انه حفر قبره بايده وما فيش قدامه حل غير انه يجيب الواجب وإلا ميكا هيشلوحه في الوقت ده بيبدأ ميكا في الشرح بكل هدوءه ثلاثة ونشوف هاروكي منبهر جدا بسلوبه وكارزمته لانه بيقعد يتحيل على الطلاب علشان يسمعوا كلامه وبيشرح ميكي للطلاب ان اليوكاي بينقسموا لثلاث اقسام على حسب شكلهم وهم اليوكاي اللي على شكل حيوانات ولا على شكل بشر واللي على شكل جمادات وعموما التقسيمات دي مش مهمة في العصر الحالي لان معظم اليوكاي بيتشكلوا على شكل بشر في الوقت ده هاروكي اللي مركز مع الشرح بكل حواسه بيسأل نفسه ايه هو شكل الثانو الاصلي وبيقول انه يبقى الشكله جامد جدا لو تحول الحيوان صغير زي ميزوكا كده فبيلف الثانو وبيحدفوا بالقلم علشان يلم نفسه وميركز سماعه وبيكمل ميكي الشرح وبيقول ان اليوكاي بيختلفوا على حسب سحرهم لثلاث اقسام برضو فمنهم اللي ما بيعرفش يستخدم السحر ومنهم اللي بيستخدم السحر بشرط انه يعمل حركات معينة وفي منهم بقى اللي بيستخدم السحر بناعنة على حالتهم النفسية ودول بقى اكتر نوع التعامل معاهم متعب جدا فهاروكي بيسألوا عن سبب صعبته في التعلم معاهم بيجاوبوا ميكي لان من الصعب السيطرة على مشاعرهم طول الوقت ده وممكن سحرهم يتفعل ويخرب الدنيا لو يتضيقوا مثلا وبيكمل كلامه ان السحر بيتفعل بشرط وهو انه يشرب من البتاع اللي معادي وبيكترح علي انه يوريهم علشان يفهموا بشكل افضل فالطلاب كلهم بيرفضوا في نفس الوقت وهو مراعبين ولكن هاروكي بيقولوا اه يا ريت تورينا وبيزعقولوا كلهم وبيقولوا له يخرب بيتك يا غبي انت فتحت علينا بباب مش هنعرف نسده واول ما ميكي بيشرب من اللي معادي بيتجمدوا كلهم من الخوف وبيقول ميكو انه لما بيشرب من القرعة السحرية دي سحره بيتفعل وبيكتسب كوة خارقة زي الغلام بالزبط وفي نهاية كلامه بيكسر السبورة بيده هو بيقولهم زي كده في ناحية التانية بنشوف يا جاتل لسه واصل البيت فرحان ونلقى ورقة الواجب الا انه فرحيته ما بتدومش لانه محلش الواجب هو بيضطر يعدي حلو للأسف وبنرجع للمدرسة وبنلاقي ميكي واقف جنب السبورة وعمل يشرب من القرعة وبقى الطلاب خايفين منه على رأسهم هاروكي المستخبي وراء سانو وسانو بيقوله شوفي يا عم انت عملت ايه يعني عندك العبيد ده السحر بتاعه بيعتمد انه يشرب من القرعة ولكن وبيسكر بسرعة والسانة اللي فاتت عمل نفس الحوار ده ودمر نفس المدرسة فقال من ساعة في اللحظة دي تهماو بيصرخ وبيقول لهاروكي انا كنت حاسس ان في حاجة كده تحصل من اول ما شفتك معاه فميكي بيقول له اخرى السياد ومسمعش صوتك طول ما انه موجود وبيحدفه بخيارة اه خيارة وما حدش يسألني يجابها منين وبيجريرين علشان يخرج من الفصل وبيروح ينادي لحد من الاسات زي يلحقهم ولكن ميكي بيوفق قدام البابا بيقول له مش مسموح لك تخرج من الفصل من غير اذن وفي نهاية كلامه بيعصر له وارتقها نفعينه ومش عارفين برضو وجابها منين مكان ما جاب الخيارة فبيتريرين علارض هو بيصرخه من القلم وبيلف ميكي ناحية هاروكي وبيقول بم اننا بنتكلم عن السحر اي رايك انت كمان توارينا اللي عندك وبيرد علي هاروكي بخوفه بيقول له اريك اريك ايه فميكي بيمسكه من درابتو بيقول له انت هتستعبت يا لا وارينا السحر بتاعك في اللحزة دي السانو بيدرك ان الوضع يخرج عن السيطرة فبيمسك ميكي وبيديله وبيطلب من هاروكي انو يستغل الفرصة ويفنشه ولما بيلاقي انو مش فهم قصده ايه بيقرب منو بيقول له استخدم قوتك السحرية اللي فتحت بها باب اودت زاشاكي فهاروكي بيقول له باندهاش ايه ده وانا عملت كده بيفكر شوية وبيقول له صح قيلتك بيديره ضريح ولكن انا في الضياعة ما عرفش اي حاجة الكلام ده وبيقطع سانو بيقول له عم خرس دلوقتي بيعمل اللي بيقول لك عليه عايزك تستخدم قوتك علشان تصر سحر اللي وخي بتاع ميكي ويتفوقه فبيتحمس هاروكي بيقول له انا مش عارف انه عندي الكوة اللي انت بتقول عليها لا لا ولكني هحاول وبيقف قدام ميكي اللي بيقرب منه وبقطع بيقول له استعد علشان تدفع تمن اللي انت عملته في رين وتماو في لعتي ده كان هانتا ماشي قدام الفصل في امن الله ومرة واحدة لقلبة بتكسر وهاروكي يطير من قدامه بعدها ميكي استقرام بيمسك هاروكي بيقول له قريني وإلا هتزعل وبيبزل هاروكي كل جهده علشان يسطر على توازنه لان اي حركة معاها يقع من خمس ادوار ورقاء بتتكسر ولما استقنه بلاي الوضع هيخرج من السيطرة بينادي على هاروكي وبيقول له استخدمت قوتك هخلي زاشكي تسمع الكلام وتلبس الزي المدرسي زي ما انت عايز في اللحزة دي هاروكي بيطلع جوا كده وبيستخدم تعويز السحرية بتغطي المدرسة كلها في الوقت ده بيوصل لإيجادة وغطير من الفرحة لانه خلص الواجب ولكنه بتفاجن الفصل كله مغمى عليه بسبب تعويزة هاروكي وبعد شوق بنلاقي سان واقف جنب هاروكي في حضيكة المدرسة هو مش مصدق اللي عمله وقتها هاروكي بطلب منه انه ما يعرفش حد من الطلاب عن كوته السحرية لانه ما كده يخافوا منه لم يعرفوا انه عنده الكوة دي وهو عاوز يقضي ايامه معهم كمدرس بشكل طبيعي فبيتأثر سانو بالكلام هاروكي وجديته واهتمامه وبالطلابه بيقول في نفسه ان في امل ان هاروكي يبقى مدرس محترم في اللحظة دي الليفت المزرعة قدامهم بيرمي بطينا وبيقول له ما تخلص يد وسقينة كويس انت طاعد ترغي كتير ولكنه بيسحب كلامه بعد المشهد ده يعني حتى نباتات بتهزقه تاني يوم من لاهجاتها ماشي وورا رينو بيقول له ابوس ايدك ياستا ابوس ايدك خلي ننقل منك الواجب ومش هقول لك على حاجة تاني ولكن رينو بيقول له انا سمعت الجملة دي منك يجي مية مرة والحاجة والاحسن انك تحل عني شوية فبيستمر هجاتها في استعطاف رينو بيقول له انا مستعدة بسترجلك بس يسيب ننقل الواجب في النهاية بيستسلم رينو بيوافق انه ينقل منه الواجب وبيقول له اعمل احسابك لو فضلت على الحال ده تطلع غبي زي استاذ نعرفه وقصده على هاروكي يعني وبيموتوا هما الاتنين من الرعب المهاروكي بيمسكوا من كتفه بيقول له تقصد مين بالكلام ده اجيتها بيزعاله بيقول له خربية كنت قطعت الخلف انت بتعمل ايه هنا على الصبح بيشاور له على دراعه بيقول له انتو عارفين ان كنت بساعد ميكي المرة اللي فاتت والمرة دي قررت اساعدها انت وعلشان كده انا مع لجنة الانضباط علشان احسن من تواصلي مع الطلاب وابقى مدرس افضل ولكن المشكلة اني مش عارف لجنة الانضباط بتعمل ايه فارين بيشاور له على سانو بيقول له ادي له واحدة عايز يتعلم الانضباط حتى وص بيخالف قعد المدرسة وصابغ شعره بيتصدم هاروكي لما بيعرف ان سانو مش اشقر من الاساس وبيروح يزعله بيقول له ده انت هيومك مش معدي سانو بيمسكه من راسه وبيرميه بيسأل رين وهي جاتا في ايه رين بيجاوبه انه بيحاول يقلد هنتا ويقدب الطلاب بيقول له اه فهمت بس انا مش هغير لون شعري ولما هاروكي بيسأل عن السلب بيجاوب انه شكله كده حلو وطالما شكله حلو ويبقى ما فيش ده انه يغير لون شعره وبيقتنع هاروكي بكلام سانو على طوله من غرائية الطرات فبيظهر انت وبيزعله علشان بيختراق قوانين على مزاجه وسايب الطلاب بتحقوا عليه وقس بهم هم بيتكلموا بتوسل جاشكي وبتقول لهم انتو عاملين قلق على الصبح كده ليه ميزوكا بيقول لها غريبة يعني انتي صح يا بادرة اهو بتجاوبوا انها كانت سهرانة ولول بتلعب وبتقتل فوق حش وجات المدرسة على طول في اللحزة دي بيقرب هاروكي منها هو بيصحف على الارض وبيقول لها مش لابس زي المدرسة زي باقي البنات ليه لبتدوس على وش وهي بتقول له ان فيه حش جات وراها من اللعبة تقريبا ولكن رام بيقول لها صح يا بنت ده الاستاذ هاروكي ولما هي جات بيقول لها جبتي الحاجة اللي بتلك عليها بتطلع المحمول بتاعها وبتقول وهاب عليك مستحيل انسى حاجة زي كده في اللحزة دي هانتا بياخد منهم الاجهزة وبيقول لهم ما فيش لعبة في المدرسة بعد شوية بيجي ميكي لقودة المدرسين وبيسلم هانتا ورق امتحان المترم وهو فرحون هانتا بيقوله تصدى انك حيواني عن المدرسة كلها مستلم الورق من نسبة انه انت فرحان انك جايبه دلوقتي في نفس الوقت كان هي جاتا وزاشكي جايين لقودة المدرسين علشان ياخدوا الاجهزة بتاعتهم من هانتا ولكنه بيسمعوا هاروكي بيقوله ايه ده انت هتحطهم في الخزنة وتيفل عليهم وبياكد هانتا على كلام وبيعرفوا انه يفل عليهم لحد الاسبوع الجاي فبيفتكروا انه بتكلم عن الاجهزة بتاعتهم في الحقيقة اصدع العرق الامتحان وبيقول ميك انه كل مرة فيش وقية عالعوب بيحاولوا انهم يسرقوا بيستخدام السحر بتاعهم وواجبنا كمدرسين اننا ننسكهم ونعرفهم غلطهم واكد لك انهم هندموا لوقوا تحت ايدي في الناحية التانية بنشوف ميزوكا بيزاكر على غير العادة فرين بيقوله انها ربيد ميزوكا بيزاكر ده في حاجة غريبة تحصل بقى وبيرد عليه ميزوكا انه كرة ريبقى مجتهد بداية تهمين النهاردة سانو بيقوله ايه اللي حصل في سنة الف ستمية في منطقة سيكي جهارة وبيجاوبوا ميزوكا بيقوله سوق كبير في اللحزة دي بيدخل هجاتا هو بينفجر من الغضب كده بيقوله انها الحرب يا غبي سانو بيقوله وجابة صحيحة ولما بيسألهم الدايق ليه بيتجاوبوا ان المدرسين ولاد التيت خدوا لاجهزة بتاعتهم مش هيدوها له غير بعد اسبوع وبيجر اتنين من التوقم اسمهم فوجين ورأي جينو بيقولهم ان هانت خد منهم تلفونتهم هما كمان فبيتفقوا كلهم انهم يجتمعوا ويرجعوا لاجهزة بتاعتهم من قودة المدرسين وبيبص السانو بيقوله زاكر كويس علشان ما تبقى زل اغبية دول وبالليل بيوصل الاربعة للمدرسة وبدخلوها من غير محد يحس بيهم وبيقول فوجين المدرسة بليل شكلها يخوف هجاته بيقوله انت عبيت يا ابني احنا يقال مفروض ان احنا اللي بنخوفهم وبيقطع كلام ولما بيلمح خيال واقف بيرائبهم وبيصرخوا من الرعب ولكن هم بيتطمينه لما بيرافون الخيال ده هو هاروكي اللي بيعرفهم انه كان فاكر انهم حرامية جايين يسرق المدرسة فقال يخوفهم ولما بيشرحوا له انهم نسيوا حاجتهم في الفصل علشان كده اضطروا انهم يرجعوا للمدرسة بليل بياخدهم لقودة المدرسين علشان يجي مفتيح الفصل من الخزنة ولما بيعرفوا ان هاروكي هو حارس المكان بليل بيفرحوا لانهم يقدروا يضربوه وياخدوا الاجهزة بتاعتهم ولكنه اول ما بيفتح الغزانة بينزل افص حديد ضخم فوقيهم وبيفقدهم قوتهم والمفاجأ ان هي جاية بيسأل نفسه وهل هاروكي خطت لكل ده وكان بياخدهم من البداية ولكنه بيقولوا ان هاروكي عبيت وميعرفش يعمل حاجة زي كده في اللحظة دي بيزر هانتا وبيقول لها هاروكي الشكرا يا كلب الحراسة اصدقوا استاذ هاروكي هاروكي بيبسلهم بنظرات كلها الشر بيقول لهم استعدوا للتقديم ولكن فوجين بيستخدم سحرة لشان يكون ريح قوية ويطار الاختام والاخفى سلو فوقهم وهم بيجرهم والاربعة المدرسين بيجروا راهم وقبل ما يوصلوا للمدخل للمدرسة بيلاق قدامهم جدار من اللفت السحري بيساد طريقهم وده بناء على طلب من هاروكي ولكن بعد اللحظات بينهار الجدار ده وده السبب ان اللفت مش طيقين بعض وما صحيح لونهم قوية بس قلبهم اسود من جوة هنا بقى بيقرر هانتا انه يلجأ للحل الاخير وهو انه يعتمد على سحري ميكي في الوقت ده كانوا الطلاب لسه بياخدوا نفسهم ويعين ما بلحقوش يتهنوا لانهم بيلاقوا ميكي بيكسر الحيطة فوق دماغهم فرجلين بيستخدم سحري وبيضرب صائق وتبرق عليه لان ميكي بيتحرك من مكانه وبتلبس الصائق على فهروكي اللي بيدخل وورا ميكي وبتمسك النار فيه فبيجري بسرعة لانزار الحريق وبيعود يدوس عليه بجنون وبيحاول هانتا انه يهديه ولاكي من غرفاي ده فبينادي على ميكي علشان يساعده ولكنه بيلايه نام على الارض وبيخلص الاحوار بان فوجين بيطفيه بالرياح بتاعته ولم بيصححوا سوء تفاهم اللي حصل بينهم هانتا بيرجع لهم الاجهزة بتاعتهم وبيقول هاروكي كويس ان عربيات المطافي ما جاتش بسبب اللي احنا عملناه وبيرد عليه هانتا جرس الحرائق بتاع المدرسة بيعرف الموجودين ان في حرائق في المكان والمطافي ما بتجيش اللي ما في حد من الموجودين يبلغهم وقبل ما خلص كلامه بتكون عربيات المطافي وصلت ومحاوطت المدرسة فبيشيل ميكو بيقولهم يالله نهرب ولما رجال المطافي باكتشفوا ان في حريق بيتضيقوا بيدوروا على شغل انزار في الوقت ده كان سانو ورين ماشينو بالصوت فلقوا الشريط المغفلين مستخبين ورا الشجرة واقول مسانو بيلاقيهم بينادى على رجال المطافي بيقولهم اللي انتو بتدوروا عليها اهم فبيطلعوا يجروا فيا ترى ايه لا يحصل وهل هيقدر هروكي انو يبقى مدرس محترم والله هيبطل شغلة السنبات بتاعته دي ولا ايه كل ده واكتر انا عرف المرات الجاية ان شاء الله ما تنساش بقى لو كنت وصلت لحد هنا تنزل تحت في الكومنتات تقول لي رايك في حلقة النهاردة وتحطي لايك بتاعك والشارك في كناوتا في الجلس التنبيهات علشان نوصلوا لكل جديد ويلا دومتم فرعيت الله والسلام